قتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له وأصيب أكثر من الثمانية عشر آخرين خلال الشباكات مع فصائل المعارضة المسلحة في محيط قمة النبي يونس ومناطق أخرى في ريف اللاثقية الشمالية من شهات أخرى أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيران النظام شن عدة غارات على محيط مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب المحاصر من قبل جبهة النصرة وفصائل إسلامية منذ أكثر من عامين شن طيران النظام أمس نحو خمسين غارة جوية على مناطق في محيط المطار أما في جمال حلب فقصفت قوات المعارضة مواقع تجمعات النظام في بلدة دوير الزيتون شمالية المدينة